الكلام بقى مهم جداً عايز اتكلمه على فريق الترجي التونسي كل اللي فات ننساه الاغاني لنا حكايات في رادس رادس ملعبنا باللهجة التونسية او بالدرجة التونسية خبزتنا وتوحشتونا والكلام ده ده كلام حلو او برا الملعب ولكن في الملعب ماتش صعب جداً اصعب من مازمبي اصعب مباراة للآل في دورة الابطالة يا مباراة الترجي وتعالوا مع بعض نتكلم على الترجي ونقول النهاردة كده في اطلالة سريعة لسه عندنا اكيد 18 يوم او 20 يوم نتكلم على الترجي كتير ولكن النهاردة عايز افوق الناس بدري الناس اللي فرحاناً اللي هتلاعب الترجي لا سواء الترجي او سانداونز المباراة صعبة واصعب بمواجهة الترجي اولاً الترجي التونسي تولى تدريبه مدرب برتغالي اسمه جوزيه كاردوسو لسه متولى المسئولية بالزبط من حوالي 4 شهور تولى المسئولية 12 يناير 20-24 خلفاً للمدرب التونسي طرق سابت اللي خرج من سمي فانال السوبرليج نتاج ما كانش جيدة في الدور التونسي في السوبرليج خرج من الوداد بدأ دول المجموعات خسر من الهلال في تنزانيا 3-1 فعلى طول حمد المداب ورياض بن نور قال لك نجي مدرب برتغالي جابه كاردوسو وهذا المدرب عمل نتاج ايجابية جداً مع الترجي في 3 شهور دول غير شكل الفريق اولاً من وقت ما تولى المسئولية مخسرش ولا مباراة كمل مرحلة دول المجموعات كان فيه 3 لقاءات سواء مع الهلال او مع النجم او حتى مع بيترو اتليتكو نتاج كلها ايجابية لعب دور التمانية مع اسك ميموزا تعادل سلبي في تونس وفي ابيتجان لعب سمي فاينال مع سانداونز كسبه زهاباً اياباً فالرجل عامل نتاج ايجابية جداً على المستوى الافريقي حاجة تانية حارس الترجي التونسي على فكرة حارس الترجي التونسي ماميش اصغر من مصطفى شبير باربع سنين حارس الترجي التونسي ماميش اصغر من مصطفى شبير باربع سنين ده موليد 2004 موليد 20 ابريل 2004 يعني تم 20 سنة من حوالي اسبوع ده حارس الترجي التونسي اللي متقلق ومتعملق في المباراة الافريقية الاخيرة فانت عندك حارس عظيم وهناك برضو في حارس صاعد متقلق جداً عنده 20 سنة الكل بيقول ان هو مستقبل حراسة المرمى في تونس تبص على الفراودة واللعابة الاجانب اتنين برازيليين يانساس اللي بيرتدي رقم عشرة ورودريجو اللي بيرتدي رقم 38 اللي تنلوا وحدهم السنة دي مع الترجي التونسي في جميع البطولات عشين مسامة تهديفية يانساس سجل خمسة وصنع ستة رودريجو سجل سبعة وصنع اتنين لعابة عاملة فارق شاسع في الناحية الهجومية فانت بتتكلم على لعابة احراز نتائج ايجابية بص على الترجي في الفترة الاخيرة لم يتلقى اي اهدف رادس لم يتلقى اي اهدف رادس 11 مباراة من اصل 12 مباراة بشباك نظيفة في جميع البطولات اخر 8 مطشات في دور الابطال اخر 8 مطشات في دور الابطال شباك نظيفة لم يتلقى الترجي اي هدف فكلها ارقام تقولك لا مطش صعب ارقام الترجي في الفتر الاخير اخر 3 شهور رهيبة جدة من ارقام الاهلي اللي اتحققت اخر 6 شهور تبصي كمان على اللعيبة المميزة انت بتتكلم مثلا عن ياسين مرياح محمد امين تجاي محمد امين بن حميدة التلت لعيبة دول لعبين اكتر من 11 مباراة يعني انت عندك فيه ثبات في التشكيل في فريق الترجي تنسو وفيه قوام اساسي ابتدى يعتمد عليه كاردوسو مع الترجي منذ ان تولى المسئولية في يناير 20-24 لعبة كانت بتلعب مع طريق ثابت دخل المدرب البرتغالي اعتمد عليها بس غير في التكتيك وفي طريق اللعب فالترجي ماتش صعب الترجي لازم يتعمل حسابه عايز تاخد البطولة لازم تعمل نتيجة جباية فرادس ده مهم جدا عشان هذا اللقاء اللي بإذن الله ان شاء الله يكون في صالح النادي الاهلي دي كانت ابرز التفاصيل اللي عايز اتكلم فيها على الترجي التونسي بدايته في البطولة مزاي دلوقتي محدش يحط مقاييس قديمة شوية على مباراة الفاينال الفاينال الوضعه مختلف تماما فلازم نعمل حساب للترجي زي ما عملنا حساب لأي فرقة بلعيبها في دوري أبطال إفريقيا السنة طيب